أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم هناك أشياء غلط نعملها كمسلمين أو متدينين في تعاملنا مع المرأة إننا نخلط بين شيئين بين الحقوق والواجبات وبين الرحمة التي أمرنا بها الله سبحانه وتعالى فقد أمرنا سبحانه وتعالى في أصل الحياة الزوجية والحياة العائلية في التعامل مع المرأة عموما وهو الفضل والرحمة والمودة اسمع للقرآن الكريم وهو يقول وعاشروهن بالمعروف ماذا تعني وعاشروهن بالمعروف أجمل ما قرأت في تفسير وعاشروهن بالمعروف ليس معناها أن تؤذيها ولكن معناها أنك تتحمل أذاها إذا آذتك تعالوا لنتعرق عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تعامل مع المرأة سلمت قلبي يا ربي لتعسله رفعته لك من خوفي فأنت له تعبت مني فكم أسرفت أتعبه فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى المرأة بقوله واستوصوا بالنساء خيرا وقوله أكمل المؤمنين إيمانا وأقربهم مني مجلسا ألطفهم بآله وقوله في آخر أيامه وهو نازل من المنبر يقول الله الله في النساء وتعنيه حافظوا على نسائكم وقالها ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم قال في النساء خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لأيم فالذي يعامل المرأة بشكل غير جيد هذا يسمى لأيم الأصل في حياة النبي مع المرأة اسمه المشاركة فشخصية النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة هي مشاركة هي استماع هي ضحك فقد كان يساعد أزواجه في أعمال البيت ويحب أزواجه ويحترمهم هناك ظلم في التعامل مع المرأة اسمه ظلم العواقف فقد قال الله تعالى وأحضرت لنفس الشح الله يصف بعض المتعاملين مع المرأة بأنهم نفوس شحيحة وهذا أسوأ الأشخاص لا يقول لزوجته كلمة طيبة لا يقول لها شكرا لا يبتسم في وجهها أي شح هذا في قلبك يا أخي إذا كان الطلاق وهو معناه الفراق فالله يقول لا تنسوا الفضل بينكم الله يأمرنا بالفضل ساعة الطلاق لأن الأصل في أحكام الأسرة في الإسلام الرحمة والفضل والمودة وهذه صورة من الصور في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم فسابقته فسابقته فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره فقال للناس تقدموا فتقدموا ثم قال تعالي حتى أسابقك فسابقته فسبقني فجعل يضحك وهو يقول هذه بتلك لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو شكرا لكم